حثى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الدولة الغنية والفقيرة على سد فقوات الطموح والمصدقية والتضامن حين يكتمعون في كوب 27 بمدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل وفي تصريحات للصحفيين أكد جوتيرش أنه قد حان الوقت لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة تعمل فيه الدول المتقدمة على الوفاء بما قطعته من التزامات في قيمة باريس لتبذل تلك الدول جهودا إضافية لتقليص الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض من خلال تقديم الدول الأكثر ثراءا المساعدة المالية والفنية لمساعدة الاقتصادات الناشئة على الإسراع بتحولها إلى الطاقة المتقددة